اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح شهر ثمانية او اغسطس يتبع له مواليد برج الاسد وهو احد الابراج النارية التي ينتمي اليها كل من الحمل والقوس وتمتد فترة هذا البرج من الثالث والعشرين من يوليو الى الثاني والعشرين من اغسطس ويتوافق مواليد برج الاسد عموما مع الابراج الهوائية وتحديدا برج الدلو الذي يصلح لان يكون شريك الامثل له كما يتنافر برج الاسد مع الابراج الترابية الثور والجدي والعذراء اضافة الى الابراج المائية العقرب والسرطان والحوت التي لا تصلح معه الا في مجال العمل او الصداقات فقط مميزات برج الاسد برج الاسد مولود لا يقبل الا ان يكون قائدا تماما كما الاسد ملك الغابة فلا يطيق سلطة احد عليه وهو في العمل قيادي حكيم طيب في معاملته مع زملائه صريح في توجيه الثناء والنقل لهم شخص سخي كريم مع الجميع يقدم الخير اينما كان دون تردد فالعمل الانساني يأتي في قمة اعماله التي يرغب بادائها مولود الاسد شخصية جذابة ملفتة للنظر اينما ذهبت جاذبيته تأتي من انفتاحه وتقبله لجميع الاراء فهو شخص منتج يفيد من حوله مخلص في عمله لديه روح المرح والنكتة ترافقه دائما وتقرض الاخرين منه مولود الاسد في الحب شخصية مرحة محبة طيب القلب حنون وعاطفي جدا يسعى لاسعاد شركته بكل ما يملك من مال وحنان لكنه شديد الغيرة ومتسلط ومحب للتملك رغم انه بالمقابل يفيد عاطفة متأججة لمحبوبته فهو خلوق في معاملتها لا يهينها ولا يظلمها ودود ويقدر العشرة ولا يتنازل عن شريكته بسهولة غالبا ما يكون مولود الاسد ذو هيبة مفتول العضلات شعره كثيف وقوي البنية الاسد شخصية لبق في حواراته قادر على الحديث لساعات طويلة دون ملل أو كلل يفعل كل شيء كي يكون محبوبا في محيطه يحب الاحتفالات والمفاجآت وقضاء الاوقات مع الاصدقاء والاحبة ويهوى الالوان الزاهية ويعشق اقتناء الاشياء الباهطة الثمن وذلك نظرا لسخائه الشديد كما يحب الفن والمسرح والابداع ويهتم بمتابعة اخر اخباره يكره مولود الاسد تجاهل او صد من الاخرين كما يتجنب ان يكون مهمشا في حياة غيره يصاب بالاحباط اذا واجه واقعا صعبا لكنه سرعان ما يعيد ترتيب افكاره ويجمع قواه من جديد خصوصا اذا لقي التشجيع من قبل من يهتم لامرهم عيوب برج الاسد يأخذ على مولود الاسد انه واثق بنفسه لدرجة الغرور ومعند بنفسه كثيرا عنيد جدا ويحب اصدار الاوامر ويفترض من الاخرين الاذعان لرأيه دون نقاش كسول ويؤجل بعض الاعمال احيانا يفكر في نفسه كثيرا ويسعى للافضل دون ان يلتفت لغيره انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات